اشتركوا في القناة مش انا يا جماعنا لما جيت اعمل حلقة دي من حوالي اسبوع نزلت صور على صفحتي على الفيسبوك والصور دي ياريت يجيبوهن على الشاشة دلوقتي زي ما انتو شايفين الصور دي بترجم واقع كبار السن برا هم عاملين ازاي بيلعبوا زي ما انتو شايفين اهو رياضة عادي خالص ويريت يعني نمشي نجيب الصور التانية بيت ما رجحوا عادي ما فيش مشكلة هتلاقيهم كمان مع باقي السور بيلبسوا بيركبوا عجل في الشارع محدش بيسخر منهم فانا نزلتها من اسبوع وقلت بقى للناس اللي متابعيننا ومتابعين البرنامج انتو شايفين السور دي ازاي كنت عاوزة شوف هيقولوا ايه فردوا علي ردود انا ما كنتش متوقعة بصراحة يعني ياريت نجيب الردود بتاعت الناس دي هتلاقي من الردود يعني طبعا دي مش كلها بعض الردود حد قال او عل على السور دي قال كسر المستحيل احمد عطو بقول السعادة وحقك في الحياة مستمرة حتى الممات احمد قطب بيقول شباب الروح دايم وشباب السن تزايل فيه كمان تعليقات تانية مريم حسن الشباب طاقة مش سن في البطاقة يعني حاجة جميلة صباح بتقول هناك اوناس لديهم طاقة داخلية مهما تقدم بهم العمر يستطيعون فعل اي شيء دا كمان جميل جدا فيه كمان تعليقات تانية يعني بترجم الموضوع من ضمنها رانيا بتقول حب الحياة يعني هي شايفت الصور دي بتقول حب الحياة فيه طاها مونجز بيقول انا اقدر اكون مهما يحصل لي في الكون وكان الاز تعليق بقى الاخير دا اللي لفت نظري اللي هو خالد صبري بيقول ايه بيقول عمرها تسعين سنة يعني الناس اللي كانوا في السور عمرهم تسعين سنة وبتلعب رياضة وجنباز وحنا الواحد اول ما تطلع نتيجة تحاليل الحامل الواحدة يعني او ما تطلع لها نتيجة تحاليل الحامل تبدأ تصلي من على الكرسي يعني خالد ترجم شوية والرأيه في الواقع اللي احنا عايشينه ولكن انتو قلتوا في الاول كلام كله حلو فياريت بقى نعمل بالكلام دا ولما نشوف اي حد كبير في السن بيلعب رياضة ولا بيجري ولا بيتنطط ولا لابس الوان جميلة ولا لابس فلستان حل ما نقعدش بقى نقوله عيش سنك ونقعد نحسسه ان اللي هو بيعمله دا غلط لا لان زي انتو نفسكم قلتوا معايا انتو بقيتوا خلاص يعني دا كترة نفسيين اهو قلتوا الشباب طاقة مش سن في البطاقة فعلا طيب خليني اقولكم جزء مهمة قوي يا جماعة انا عايز اقوله في الحالة بتاعت النهاردة اللي هو ايه ازاي لما يبقى عندنا حد غالي عندنا كبير في السن بابا انا مامتنا جدتنا جدنا عمنا اي حد كبر في السن ازاي نعمله او نتعامل معاه نفسيا صح علشان خلاص بقى ما يوصلش للمرحلة الصعبة اللي احنا مش عاوسانها اول حاجة عاوز اقولها لكم ان الكبير في السن دا لازم يتواصل مع الناس ماينفعش نسيبه فترة طويلة يقعد لوحده واقولكم مثال على نفسي يعني انا جدتي اول ما بدأت احس انها هتبدأ تشتكي محدش بيكلمني محدش بيجيني رحت على طول جايبالها موبايل فاول ما بقى معها موبايل بقيت بتقدر تكلم ولادها وبتكلمنا احنا ان احنا احفادها في كل وقت ما لقيتش دا هتلاقي دا وفبدأ يشغلها هم الكبار في السن عاوزين يحقوا كتير مع الناس وبقت دلوقتي تقريبا كل فلوسها وخلصها على الرصيد ودي حاجة ما بتزعلناش نايم بالعكس حاجة بتفرحني للناس يبقى ليها تواصل مع الناس لو ما فيش تليفون بيت يبقى في موبايل حاجة تكون جنبها تكلموها عليها على طول وايه وهي تقدر تكلمكم طيب الكبير في السن كمان لازم تخليه تحرق ما ينفعش تقول يعني خلاص بقى مش همشيه فين يعني دا عايز اللي يسنده ولا مش هيرضى يطلع حتى لو مرضيش يطلع معك شفتوا انا عملت ايه مع الحاجة هانم طبيعي انه هيرفض في الاول تيجي تقول لها مثلا يا تتة تعالي خرجك طبيعي انها تقول لك لا سبني مش عايز اخرج لكن انت بطريقتك كده زي ما شفته تزن عليها وتحاول معها لان الحركة مهمة جدا لو هي مش قادرة تشترك في رياضة معانا اقل اقل تمرين لازم هي تعملها الماشي وانت بقى ايه تراعي معها وتمشي على مشيتها كده شوية بشوية الدورة الدموية هتجري في جسمها والموضوع هيبقى سهل معها النهاردة مشيت 5 دقيق بكرة مشيت 10 دقيق اوعوا تسيبوا حد كبير في السن غالي عندكم قاعد في البيت من غير حركة مستحيل طيب ايه كمان مهم لكبار السن مهم ان انتو تشركوهم في انشطة ما هو يا جماعة ايه اللي بيخوف الناس انها تطلع على المعاش وليه بيقولوا عليه سن يأس مع ان ما فيش حاجة اسمها سن يأس لان احنا خلاص اول ما بنوصل لسن الستين بنقولوا خلاص انت طلعت على المعاش انت بقى شليك لازمة لا ده مش صح بالعكس انا افضل استفيد من خبرته ودايما كده لو عندك باباك مثلا كان بيشتغل وليكن نقول صحفي وطلع على المعاش خلاص ما بقاش بيشتغل وانت ابنه لقيته هو خلاص وصل ما بقاش بيشتغل لو انت مثلا بقيت صحفي اوليك حد صحبك عايز نصيحة في المجال بتاعه روح واسأله هو هيديه خبرة وهيفرح جدا ان هو بيديك الخبرة بتاعته ما تسيبوش كبار السن كده عادين ما تاخدوش وتدوا معهم لأ اسألوهم اتلككوا كده وروحوا اسألوهم اي سؤال يعني لو جدتك مثلا الطبخ وانت بتطبخي الام مثلا او الحفيدة او كده اشريكيها معاك يخد يعني مثلا قولنا نعمل اكلة دي ازاي يا تيتا ساعدين اعملي معانا كذا لو الاب مثلا مصقف فحاجة معانا اسألوا فيها قولوا ايام ما كنت في الجيش كنت بتعمل ايه اديني خبرتك هم يحبوا اوي ايه الحاجات دي لان انت هنا هتشغل المخ عندهم وهياخدوا يدوا في الكلام فمخهما يشتغل فمش هتجلهم بقى المشاكل اللي بتجلهم في المخ وتقول واصل واحد لما بيكبر زكاة وبيقالوا الحاجات دي وانا لكم كلها ايه كلها تخاريف ايه تاني حاجة مهمة اوي مهم جدا ان الكبير في السن يكون عنده وانس اكتر حاجة بتقلم الناس المسنين لما هي مثلا السبت جزها بيموت او الرجل مراته بتموت ويبدأ انت ايه لما يجي هو مثلا في سن كبير يقول لك ان عاوز اتجوز فانتو تبدأ وتترياو عليه لا دا مش صح انت الواحد لما امراته بتموت في السن الكبير بالتحديد كمان يمكن اكتر تأثير نفسي سلب عليه من لو ماتت في سنه صغير لما امراته بتموت هنا تقريبا حياته بتقف الوناس اللي معاه بيروح فمش عيب خالص انه لو عاوز يتجوز وحد قريب من سنه يتجوزوا ايه المشكلة لانه هو في السن دا بيدور على حاجات تانية مش زي اللي احنا كنا بندور عليه واحنا شباب مش هيدور على الخلفة والولادة والحاجات دي لا هو هيدور على الوناس على حد قريب من سنه ياخد ويددي معاه دي مهمة جدا فما تترياوش معاه عليهم ابدا في النقطة دي بالعكس شجعوهم عليها اوعوا بقى تزعلوا الناس الكبار في السن اوعوا تزعلوهم لان حتى ربنا قال وَلَا تَقُلْ لَهُمَ أُفْنْ وَلَا تَنَهُرْهُمَا انتو عارفين هو ليه قال كده لانه عارف انه لما يكبر في السن ما هيبقاش عنده زي ما بنقول ايه طولت بال عليك زي الاول فشوف تخال بيقولك كده على امك وابوك الاما اكتر ناس بيحبوك فيبالك بقى وانت ماشي في الشارع وتلاقي واحد كبير في السن يقولك تعالى سندني ولا يتسهر معاك وياخد ويددي معاك في الكلام فتقوله يا عم فكك بقى الكلام بقى اللي احنا ايه اللي احنا بنقوله ده ما ينفعش الكبار في السن بالذات محتاجين ان انت تصبر عليهم ما تزعلهمش ابدا ما تقولهمش اخبار وحشة وضروري تعيشهم في مكان ونس يعني ما ينفعش تعيشهم في مكان هدوء زي ما شوفتوا الحاجة هاني ملكية اتماعيت لك لما بزق بحط الكورسي واقف في البلكونة وتفرج على اللي رايح واللي جاي كون ان هي تتفرج على اللي رايح واللي جاي حد بيتخانق حد بيزعق حد بيعمل اي حاجة ده في حد ذاته حلوة ليها ونس ليها فما تحرمهمش من الحاجة دي والدائلة على كده هتلاقي كل جبار السن مش عايزين يغيروا مكانهم فانت ايه يتهيلك ان انت بتاخدوا تعيشهم معاك في مكان هادي وكده انت بتنفعهم لأ انت بتضرهم فنستفيد قوي في حلقة النهار ده انا بقول لكم هون كمرشد نفسي لما تيجوا تعيشهم عايشهم في مكان ونس ماينفعش بقى تنقلوهم تودوهم في الاماكن البعيدة اللي بعيدة عن الناس والشوارع وحتى لو مهما كانت الاماكن دي غنية من وجهة نظركم وانتوا هتوفروا لهم فيهم سرير تمن وكذا او مش عارفة البيت التحفة اللي فيه تمنها كذا لأ هم مش بدوروا على كده هم عايزين ونس اتمنى ان تكون حلقتنا النهار ده نالت اعجابكم وتصبحوا على خير رشاك جاتي اشتركوا في القناة